كشف وزير صناعة والتجارة يعرب لقضاء في حديث أمام اللجنة المالية نيابية لمناقشة الموازنة العامة أن قيمة الدعم السنوي للفرد ستكون 32 دينارا ونصف الدينار وزير الطاقة وثروة المعدنية صالح الخربش قال إن رفع أسعار الكهرباء لا يخضع لمزاجية الحكومة وإنما لمعادلة واضحة المدخلات وأضاف خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية لمناقشة رفع الأسعار أن آخر ما نفكر به هو رفع الأسعار وعلى صعيد آخر اتهم النائب نبيل غيشان الحكومة بسرقة المواطن عبر العبث باستوانة الغاز وسعتها وقال غيشان إن هناك أحاديث بأن استوانة الغاز التي تبلغ سعتها 12 كيلو جرام لا تستطيع إعطاء المواطن كافة سعتها أي أن هناك ما يقارب كيلو جرامين لا تخرج من الاستوانة رغم أن المستهلك يدفع ثمنها